مر يوم العيد بحسرات مضاعفة هذه المرة وكآبة وجوه نست بهجتها وظروف أكثر قساوة يعيشها الناس في صنعاء بسبب تداعيات الحرب التي قتلت فرحتهم وأجواء مقلقة كدرت جائحة كورونا وانتشار حوثي مكثف في الشوارع ضاعف مخوفهم وفيما أغلقت الحدائق أبوابها لأول مرة في مناسبة كهذه توقع الجميع منع أي صلوات وتجمعات عيدية غير أنهم مأفوشوا منذ بواكير الصباح بمكرفونات الجوامع تصطح بالتكبيرات استعدادا لصلاة العيد وفيما فضل الكثيرون البقاء في منازلهم توافد المصلون للمساجد برفقة أطفالهم وسط إقبال باهت كما جرت المصافحات والمعانقات وتبادل التهاني المعتادة والتقارب الجسدي بدلا عن السلام تحية ودون أي احترازات وقائية كمواد التعقيم أو حتى الكمامات على الوجوه بسفناء القل القليل في مشهد مقلق يؤكد فشلا ذريعا للميليشيا الحوثية في عملية التوعية بل وعدم جديتها في تنفيذ الاحترازات التي يعنت مؤخرا بلهجة مشددة ومنها أداء الصلوات في المنازل إجراءات بدأ أنها شكلية فقط وليست أولوية بالنسبة لميليشيا متفيدة ربما لانشغالها بما هو أهم من الوقاية فكعادتها في استغلال كل الظروف والمناسبات لصالحها لم تفوت فرصة العيد التي انتهزت لتوظيف خطبته وتوجيه الخطباء للتحشيد ورفض جبهاتها بالمقاتلين ورغم أن المواطنين في مناطقها يعيشون أوضاعا مادية صعبة كرست خطبة العيد أيضا لابتزازهم والدعوى للتبرع بالأموال والإتاوات دعما لجبهاتها بل ودعم عوائل مقاتليها وأسراها وقتلها فيما خلت من أي إشارة لعانة البؤساء والمحرومين من عامة الشعب رغم أن العيد أهم مناسبة لتذكير الناس بالتكافل وتفقد المحتاجين ورغم التكتم الحوثي على الأعداد الحقيقية للمصابين وما يمكن أن تسببه التجمعات وتقوص العيد من اختلاط بحالات مصابة إلا أن ما تكشف حتى اللحظة حسب ناشطين وفاة اثنين من آئمة المساجد بشكل مفاجئ عقب انتهائهما من خطبة العيد في محافظة إب نتيجة إصابتهما بحالة احتقان شديد في الحلق تشبه أعراض كورونا مضاعف المخاوف من أن إصابة واحدة بين مصلين قد تصيب مدينة بأكملها